بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى يوم الحد ده يوم بنفتح فيه البيوت بقلوب مفتوحة ونتكلم فيها ازاي نقدر نغزل مع بعض التوافق عشان يوصلنا للسعادة وعشان كده حلقات يوم الحد بنشتغل فيها على التوافق لغاية ما يوصلنا للسعادة التوافق يوصلنا للرضا ويوصلنا للسعادة وعشان كده ساعات بنتكلم عن حاجات مهمة بتحصل في البيوت وبيبقى الناس مش عندهم خبرة ولا عندهم قدرة ان هم يتجاوزوا ده فبنقعد على الترابيزة دي ونحط مشاكلنا على الترابيزة ونتكلم عنها ونحللها ونبص إليها بنور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنوار مدد مولانا سبحانه وتعالى النهاردة نبص على حاجة مهمة حاجة المفروض ان هي من سنن الحياة بس بتزعجنا قوي ازاي حاجة من سنن الحياة ولما تحصل تزعجنا قوي بعض الأزواج بيكون عندهم تحدي التغير بعد الزواج يعني ايه؟ أكتر حاجة مشكلة ساعات بتحصل بعد الجواز أن يجي المتزوجين حديث العهد بالزواج وكمان بيحصل في فترات كتيرة في الزواج تيجي الست تقول والله أنا كأني اتجوزت حد تاني وهو يقول ايه ده أنا اكتشفتها على حقيقتها مش هي دي اللي جلناك جوزتها ده هي تغيرت أنا حاسس بغربة بيني وبينها فلي بيخليهم يشعروا بالغربة بينهم وبين بعض هو شعور وكأنهم شافوا حاجات ما كانوش شايفينها قبل كده في فترة الخطوبة وممكن الأزواج يعيشوا مع بعض السنوات طويلة جدا ويفضلوا حاسين بغربة غربة تخلي كل واحد في جزيرة منفصل عن التاني تخلي كل واحد حاسس انه ده ما صار وده ما صار وما يحصلش بينهم اي نوع من انواع التطبيع والغرباء دايما بيتشاكسوا او بيتشاكسوا مشاكسة صامتة اللي هو ان احنا بنسميه العنف الصامت اللي هو التجاهل والابتعاد والاغتراب يوم بعد يوم في الحالات اللي زي دي ممكن تكون فترة الخطوبة السبب ان فترة الخطوبة كانت قصيرة لذلك معرفوش بعض وعشان كده بيفجئوا بالشخصية الجديدة عصد احنا عندنا كل واحد عنده شخصيتين شخصية عقلية كده بيتصور بيها نفسه وشخصية حياتية بيمارس بيها معلش انا اسف زي واحد متصور ان هو ما شاء الله عنده لباقة وعنده اتيكيت وعنده جمال لكن هو بينام بشخر فيتفاجأ به فاده معرفوش يا مش متصور ان هو ممكن يكون بيعمل ده بينام في النور وهي بتحب تنام في الضلمة شوية حاجات او حصله تغير بقى عصبي وهو ما كانش عصب ده كان اية من ايات الله ده كان امر ما كانش ابدا بتطلع العبا من بق ايه اللي بيحصله ايه التعامل العنيف اللي حصله ده هي ايه اللي خلاها كده وكأني ايه اللي حصل ان هي تبدلت ده كانت رئيئة وما كان ايه التغير اللي حصل ده انا حاسس انها ويبدأ كل واحد فيه ميهرب من التاني ويبدأ كل واحد يهرب من التاني وعشان كده لازم نقول ننبه على ان فترة الخطوبة فترة مهمة لسببين ان انا بكتشف فيها شريك الحياة وان انا بطبع معاه بيقولوا اي الناس بتندمج واي حتى فريق بيتكون بيمر باربع مراحل هم حتى بيسموها كده في علم الادارة يقول لي المرحلة الاولى مرحلة الخطوبة كل واحد فينا بيطلع احسن ما فيه مرحلة تانية مرحلة الصدام نبتدي بقى ايه نخبط في بعض كل ما الناس كانت نتجة كل ما مرحلة الصدام والصراع دي نتجاوزها بسرعة بعد كده مرحلة التطبيع كل واحد فينا بيعرف يفيدي التاني بايه كل واحد يعرف مركز كل واحد فنبتدي نطبع نبتدي بقى ايه نقرب من بعض ونبتدي نتعامل مع بعض المرحلة الرابعة مرحلة الإنجاز وعشان كده لو فترة الخطوبة ما كانتش بتقوم بدورها كويس وما خلصتناش من فترة الصراع والصدام وخلتنا نطبع على بعض هيفضل الصراع حتى لو الصراع ده الصراع صامت التغير عن الصورة اللي أنا عارفها في الخطوبة بيحمل لنا غربة وبيخلي الناس بعيدة عن بعض ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يأكد للسيدة عائشة أنه يعرفه يقول لها إني لا أعرف متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني صاخطة مع كون الكلام فيه سخط لكن السيدة عائشة السيدة عائشة ترتاح رضي الله عنها فتروح معبرة عن حبها للرسول الله فتقول له والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله إيه ده يبقى احنا لازم نعرف أن التغير ده بيحصل لأسباب كتيرة من الأسباب الكتيرة اللي بيحصل سببها التغير أن يكون فيه سقف توقعات عالية في الجواز فما يحصلش ما تحصلش التوقعات اللي احنا عايزينها دي فيحصل أن احنا نشوف حد تاني غير اللي احنا كنا متوقعينه وخاصة عند الرجل اللي بيتزوج وهو معتقد أنه هو هيدخل الجنة بقى جواز ده ده الجنة فأيلاقي امرأة من الحور جميلة ولطيفة ما بيتنكشش عراها فهو يفاجأ بأن فيه حد تاني أو أن هي ما بتتعصبش لما حد ينرفزها أو أن هي لو اختلفوا أنه ممكن يحصل لها حاجة فتتنرفز وهي نفس الحكاية هي متصورة أنها هتفضل هي مع الفارس اللي بيحميها واللي دايماً هو أمانها فلما يتعصب عليها تقول أنت تغيرت انت حد تاني ويفضل انت حد تاني دي ويفضل أنا أنا شوف تحدي تاني دي عنده وعندها تتراكم 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 وتزيد المسافة وتزيد هو وممكن يكون السبب أن الشخص اللي تغير ممكن يكون هو ربما راح يتجوز استفرق كل جهده وحتى استفرق كل مشاعره على فكرة يعني المشاعر والعواطف كانت موجودة في الخطوبة لدرجة أنه ما بقاش حاسس أنه خلاص ما احنا كنا عاملين كل المشاعر دي والمحبة واللطافة دي عشان نتجوز واتجوزنا وخلاص فيتغير فحس أنه ما بقاش عنده طاقة بيحصل للناس كتير بيحصل للناس كتير فقد ما يسمى فقد الطاقة الزواجية ما يبقاش عنده طاقة وعشان كده حاطت النبي زي ما كان بيقول جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله احنا عايزين نجدد زواجنا بلا إله إلا الله إن احنا نعرف إن الجواز إحنا مش في الجواز بنعيش بنفسنا لا الله سبحانه وتعالى واجعل بينكم مودة ورحمة نحن نعيش بمدد الله السبب التالت في التغير والملل بنعمل نفس الترتيب ونفس السيناريو كل يوم بنعمله فيحصل ملل وساعات يكون السبب في التغير ده والغربة دي شعور الإنسان إن الزواج ده خسران أنا دخلت شركة والشركة تلعت خسرانه فيتعامل بقى معها إيه أنا منستنى لغاية ما نفلس منستنى لغاية ما نجيب آخرنا فيتعامل مع الزواج على إنه بيزنس وفجأة خلاص إحنا مفروض كنا نفوت الشركة دي فإحنا ماشيين بقى إيه بالقصور الزاتي فهي تقوله أنت تغيرت كده ليه مش أنت اللي أنت كنت متجاوزه وهو يقولها نفس الكلام والتغير ممكن يكون بسبب أشياء طرقة زي الحالة المادية مثلا أو فقدان وظيفة كل ده بيكون أسباب التغير وعشان كده لازم شريك الحياة بقى يقعد مع نفسه كده ويشوف هو فعلا التغير اللي حصل لشريك حياته ده اللي أنا بيسميه إنه هو تغير هو حصل لأسباب موضوعية ولا حصل بلا سبب لأنه ممكن يكون على فكرة التغير ده سبب وحاجة تانية أنه فيه طرف ثالث بيشاور من بر ممكن ده يكون سبب والتغير ويعمل غربة كمان ما بين الزوجين ويبتدي الست تقول للزوج على فكرة أنت بتديدت تتصياد للأخطاء أنت مكنتش بتعمل كده أنت كنت زمان بتتجاوز هو إيه الحكاية أنت وقف لي على الوحدة ليه آه بتلقط إيه عندها حساس وبتلقط الكلام ده وهو كمان يقول لأ أنت تغيرتي هو إيه اللي حصل هو أنا ما بقتش بالنسبالك الزوج اللي مالي عنكي ليه فيحصل الغربة دي ولما مش بيحصل تطبيع ما بين الزوجين ويحصل ده بيحصل عندنا سنائية الزوج المتسلط ساعة بقى يتسلط هو بقى ما عايزيني ده أو المسألة دي فيتسلط هو وهي تتمرد عليه في إيه اللي يحصل فتحصل انفعالاته عصبية وممكن يحصل عنف وهنا بقى بيظهر ساعة الضرب بتقول ما كانش ده ما كانش يقول لي كلمة وحشة ده وصل للحال أنه يضربني إحنا هنا مش بنبرر الضرب الضرب عندي كبيرة وجريمة لكن إيه اللي حاصل بيكون ده حبارة عن محاولة لسد الفجوة وساعة بيكون كل واحد لما بيمارس العصبية بيحاولي وفوق الطرف الآخر أنت تغيرتي ليه عايز يسأله السؤال ده وساعة بيسأله السؤال ده وممكن هي تبتدي تشتكي بقى تبتدي تشتكي الأهله وهو يشتكي الأهله والخلافات تخرج بره البيت والدائرة توسع 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 حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه حد أكرم منه خلقا وما كانش فيه حد أطيب منه وفيش حد أرأي منه ولا حد عنده قلب حنين زي قلب حضرة النبي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش أنه يعمل خلاف ما بينه وبين زوجاته لكن السيدة عائشة وزوجاته أخدوا مواقف من حضرته صلى الله عليه وسلم ووصل الخلاف أنه هو يطلب حد يدخل كمان عشان يصلح ما بينهم زي ما طلب سيدنا أو بكر عشان يصلح ما بينه وبين السيدة عائشة اللي حاصل أن فيه تغيرات بتحصل فيه تغيرات بتحصل بس مش لازم عشان التغيرات اللي تحصل يبقى فيه حد غلطان ممكن يكون الحياة غيرتنا الحياة عملت حدث في قلوبنا لازم ننتبه إليه طيب لما يحصل التغيرات ده لازم نعمل إيه لازم نعمل شوية إجراءات احنا في وقت ناس كتير هتتغير وناس كتير هتتميل إلى السكات وناس كتير هتميل إلى الكآبة وناس كتير هتميل إلى الواجع وناس كتير هتميل إلى الشكوة وناس كتير هتحاول تنفس عن نفسها في شريك حياتها كل الإجراءات دي لازم نقف قصادها ولازم نتعامل معها بحكمة أول حاجة لازم نعملها لازم لما نشوف شركة الحياة اتغير لازم نجلس جلسة موسعة جلسة بنقول فيها سؤال بكل وضوح أنا بحبك ونفسي أفضل طول الوقت داعمة ليك وأنا عايز أعرف إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان أنت ترتاح هو ده المدخل مش المدخل بتعشيك الحياة أنت تغيرت وأنا مش عارف أنت تغيرت ليه وتغيرك ده ملوش سبب وعلى فكرة أنت كده بتأزيني وأنت كده بتوجعني وأنت بتقلمني وهو ما ينفعش يقول نفس الكلام ده أنت تغيرتي وأنا مش عارف أستحملك لغاية إمتى وأنا مش عارف أنا على إيها منين ولا منين كل الكلام ده لازم يوقف لأ إحنا نروح إحنا بنحبك يبقى عندنا تلات أفكار أساسية بتتألفك الجلسة دي أنا بحبك أنا بحبك أنا عايز دايما نكون في توافق أنا أقدر أساعدك في إيه عشان التغير اللي حصل لك ده ما يأثرش على علاقتنا لما يحس الشخص اللي قدامي إنه هو هنا هيبتدي يفطفض هيبتدي يقول أقول لكم حاجة أوقات كثيرة اللي يتغير ساعات ما بيبقاش عارف يتغير ليه لما بيلاقي حد من ساعات مستعد يسمعه آه يبقى تاني حاجة لازم نعملها لازم نفتح بابة الاستماع والإنصاط الناس اللي تغيروا ساعات بيبقوا حاسين إن الكلام ملوش فايدة وإن هو يتغير ويعيش بفراده ده هو ده الحل الوحيد اتكلموا مع بعض لما يحصل التغير ده لو سمحت اتكلم طب هو لو ما تكلمش وهي لو ما تكلمتش وتغيروا لو سمحتهم مش هقول لكم اضغطوا عليه عشان يتكلموا أمنوهم ولما يتكلموا يسمعوهم لأنه لما بيجي يتكلم وهو متغير أول تلاتين ثانية وأول ستين ثانية اللي هي أول دقيقة فتبقى مهمة قوي لازم أنت بتسمعه وتبتسم فوشه لأنه أول ما هيتكلم لو حصل أي رد فعلي مش مناسب هيتوقف وإحنا عايزين نتكلم عايزين نعرف تغير ليه الأمر الثاني لما هو يقول لك أنه تغير لسبب هو بيتهمك فيه أو هي بتتهمك فيه ما تسارعش بالرفض لكن سارع بشيء مهم أنه أنت تعالى وقول طيب أنا الكلام ده أنا مش حاسس به أعمل إيه أنت في رائعك أعمل إيه السؤال بقى يجي دور السؤال يجي دور السؤال اللي هو إيه أسأل طب إنت في رائعك أنا أعمل إيه عشان ما يحصلش الأثر السلب اللي في قلبك اللي خلاك تغير أنا دلوقتي ما بقيتش أهتم بيك طب إنت في رائعك إيه اللي أنا ممكن أعمله ويخليك حاسس أن أنا بهتم بيك لأن أنا مش حاسة أن أنا ما بهتمش بيك يقول لها لو سمحت لما أرجع للبيت فرغيلي نفسك وإسماعيلي لمدة نص ساعة وبعد كده أعمل اللي أنت عايزة أنا محتاج حد يسمعني أنا محتاج أكلم حد أنا الشغل بقى تقيل علي أنا محتاج أتشاور معاك فتسمعه وتعمل اللي هو بيقولها عليه وهو كمان يعمل اللي هي بتقوله عليه عشان نقرب من بعد الحاجة اللي بعد كده وهي الحاجة الرابعة طب إفرد إحنا ما كناش قادرين نعرف التغير ده حصل إيه أكيد لازم نروح للخبرة ونروح لحد عشان يحللنا مشكلتنا ونخرج برأي الخبير ده من مأزقنا بسلام وأمان الأربع حاجات اللي إحنا عملناهم دولا مهمين جدا جدا في التعامل مع التغيرات بس أهم حاجة لازم أقولها لكم محدش يسيب تغير عند شريك حياته ويقول هو متعكر المزاجه وهيتغير وهيتحسن لوحده أهم فترة ممكن تكون فيها جنب شريك حياتك لما يتغير لما يتغير لأنه هو إما شايل حاجات إيه له أو أنه هو ابتدى يحس أن فيه فجوة بينك وبينه أو أنه هو حاسس أنه ما بقاش فيه فايدة وده كله بيستدعي أن أنت تسارع وتبادر الأوادز اللي زي دي أي حد بيقرب من شريك حياته بيحفر حبه في قلبه لأنه ساعات كتيرة بيبقى مش عايز التغير ده وساعات كتيرة التغير ده بيكون تغير في تحدي القيم وأخلاقه فلما تقرب منه ساعتها عتكون عونا له على نفس الأمر بالسوق وعلى شيطانه لكن لو سبته ولو سبتها أكيد ممكن يحصل أشياء لا يحمد عقبها أقلها أنه يبقى فيه احتواء بديل خارج الأسرة لو سمحتوا تعالوا نتفق وتعالوا نتواصل أنه محدش فينا إذا حصل تغير في شريك حياته يسيبه وخاصة لو كان للتغير ده عند الزوجة لازم نسارع عشان هو ساعتها بيكون بيتكوي وساعات بيبقى يتألم في صمت لكن هو بيقرر أنه يغير من نمط حياته لعل تغيير نمط حياته ده يكون هو سبب من أسباب مدوات جروحه وآلامه الأربع حاجات اللي احنا قلناهم دول هيساعدونا كتير على أن احنا نتجاوز المرحلة دي مبادرة بالكلام طرح سؤال إنصاط ما قدرناش نوصل لحاجة لازم نروح لخبير ولابد يحصل التعديل عشان يفضل البيت مليء بنظر الجميل سبحانه وتعالى يا رب بجعل بيوتنا دايما إذا تغيرت تتغير للأحسن تتغير للجمال تتغير للرحمة تتغير للخير بمددك يا مولانا يا جميل جمّل بيوتنا دائما بأن نبادر ونساعد شركاء حياتنا على أن يخرجوا دائما من أزماتهم يا رب العالمين بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي منتلقى عليها أسئلتكم وبنخصصها وقت نجاوب عليها بالتفصيل ومعنا أول اتصال معنا الأستاذ حسن من الغربية أستاذ حسن سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أستاذ مصادرتك دكتور عندي موضوعين بس الأهم موضوع يخص والدي طيب تفضل إن شاء الله أنا والدي عنده شتة ثمانين سنة الله أكبر إن شاء الله شاب يعني الله بردك متزوج من أمرأة غير أمي الله يرحمها طيب يعلم ربنا مش هحلس يعلم ربنا عاملة في عيبة لها تلاتة وعشرين سنة وأنا ابن الوحيد طيب الليمون دول السؤال بقى هنا أعمل إيه طيب كتب لها كل حاجة في البيت ومسلعنني زي الشعر ملعجينة زي ما يقوله طيب أقول لحظيك ده أول حاجة الحاجة التانية الحاجة التانية خاصة بزقتي ما بتاشت معي خمستاشر يوم على بعض خمستاشر يوم خالص وتغضب وتحاربني بنعمة ربنا أعطها لها اللي هي اللي هي العلاقة الخاصة يعني بتحاربني بابني طيب 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 يعني خط ناظم ما بين حاجتين لأن أنا دايما ما بخليش الفتاوى بتاعتي من فكرة النصح اللي بيسألني لأن إحنا هنا في البرنامج منتبنيين فكرة إن الدين يتحول كمان إلى فكرة الأخلاق مش فكرة الأحكام بس اللي كل واحد فينا بيقف للتاني وخاصة لو كان اللي هيقف له دوت أبويا فكرة إن إحنا نقف لبعض على الوحدة ونقف على بعض الأحكام هو إحنا لازم نفهم بما إن والدك ليه زمة مالية مستقلة وبما إن والدك كامل للأهلية وهو مش محجور عليه هو من حقه إن هو يتصرف كما يشاء من حقه إن هو يتصرف في ماله كيف ما يشاء هو ده ماله يعني إنت ابنك اللي إنت محروم منه دلوقتي من زوجتك لو إنك إنت ميزته أعطيتله فلوس إنت حد هايجي يقولك أنت أديته فلوس له ولا لأ طيب هو لما يتصرف في ماله ليه طيب يتصرف في ماله لأنه كامل للأهلية مش محجور عليه ومش من حق حد إن هو يمنعه إن هو يتصرف في ماله يعني هو لما يدي المال ده ليه زوجته هو من حق إن هو يتصرف في ده لكن هو دلوقتي إنت بتقول له هو إده الفلوس وطلعني أنا زي الشعر من العجين ومين قالك إن أنت مفروض كنت وإنت بتمشي في حياتك وإنت بتزكي نفسك لازم يبقى عينك على فلوس والدك أو إنك تبني حياتك أو تخططها على فلوس والدك أبداً إحنا بنبني حياتنا على إن إحنا مستقلين كل واحد بيكتسب وأمواله دي هي هو اللي بيعيش عليها وهو اللي بيسعى بيها لكن ما فيش حد قالك أبداً إن في الشرع إن أنت تأسس حياتك على مال والدك لا أنت بتأسس حياتك على كسبك أنت أما والدك فتصرف في ماله كيف ما شاء وتصرف في ماله تصرف صحيح ماله وتصرف فيه زي ما هو عايز كونك أنت بقى عايز تخلي تصرفه ده فيه ظلم وإنت خايف عليه إنه هو يموت وهو ظلمك لا هو ما ظلمكش هو تصرف في ماله زي ما هو تصرف في ماله بما أتاحه له الشرع لأنه كامل الأهلية الحاجة الثانية مدام هو تصرف في ده وربنا مش هيحاسبه مدام تصرف في ماله ده بغير إسراف وبغير مخيلة وبغير إضاعة للمال بس الحاجة اللي بعد كده أنت بتقول حضرتك أنت عندك زوجتك وزوجتك مش قاعدة معاك وغضانة وواخدة ابنها وكمان منعاك من ابنها ده منعاك من ابنكم اللي هو ولد على أربع بنات أنت لازم تشوف إيه السبب المسألة أنا في المشاكل الزواجية وخاصة في المشاكل اللي بيدخل فيها الأولاد طرف أنا ما أقدرش أسمع من طرف واحد بس أنا لازم أسمع من الطرفين أنت لو عايزنا أوجه لها كلام أوجه لها كلام يتعلق بالمسألة العامة لكن أنت لو عايز تصلح المسألة يبقى لازم تجوننا على مركز الإرشاد الزواجي بدر الإفتاءة المسرية وخاصة كمان إحنا دلوقتي لو حضرك في محافظة قريبا ما تروح كمان بقى فيه مكان ممكن تروحه كمان في مطروح أنا عايز بس أقول لحضرتك حاجة أنت محتاج تدير علاقاتك مع الناس لأن من الملاحظ أنت بسبب علاقتك مع والدك راح مدي الفلوس كلها لزوجته وبسبب علاقتك مع مراتك مراتك ما بتقعدش معك 15 يوم أنت محتاج تراجع نفسك ومحتاج تعمل قوله وتعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصير أنا مش بقولك أن أنت غلطان لكن بقولك أن أنت محتاج تراجع علاقاتك لأنه ما قدرش أحكم عليك أن أنت غلطان أو أنت أسأتي للطرفين لوالدك والزوجتك ما قدرش أقولك كده إلا إذا أنا قعدت معاك لكن اللي أنا ممكن أنصحك به أن أنت تعيد تقييم علاقتك مرة تانية بولدك وبزوجتك وده هيخرجك من نغمة المظلومية اللي أنا سمعها في ومن نغمة المظلومية اللي أنا سمعها في صوتك ممكن أكمل معاك كمان يا سيد حسن تفضل يا سيد حسن أتفضل إن سمعها سمعك تفضل سمعك تفضل الله يخليك المشكلة بالنسبة للوالدي إن والدي أنا حاسب أقول لأتدت لي الكلام دوت أختي كبيرة إن الست دي منع أبويا عندنا خالص دي بالنسبة لواقعة أبويا فأني عايز حضرتك يعني أجل حضرتك أو قاعد مع حضرتك فين طيب تعالي لنظر الإفت لكن حجاية لكن حجاية حجاية والدك هي منع والدك ولا مش منع والدك إنت برضو أنا مش عايز أدخل حضرتك معلش إن عاسف بشغل أنت فاهم الحارين بيعملوا إيه الحاجات دية حتى لو إنت مر جالة معلش يعني ما حابش مستوى المتعملية لكن هو دلوقتي هي دلوقتي عملت يا سيد دي شيء من الكاد طيب وإنت فين مع أبوك إنت مفروض إنت فود ابن أطلع له لكرسني طيب خليني بس أقولك إن المسألة برضو ما زلت مصر على إن إحنا ممكن ندير العلاقة حتى لو بيكرشك إيه اللي حاصل وصاحبهما في الدنيا معروفة لازم تصاحبه تصاحبه بالمعروف فلازم نفهم كده كويس أو أو حتى لو أختك الكبيرة بتقولك إن زوجته دي بتمنعه عنكم إنت مازلت لازم تحسن إليه لإنه أبوك هو مش أبوك عشان هو مصدر للفلوس هو والدك لإن هو والدك هو السبب في وجودك فأنت لازم تحسن إليه نعم معنا الأستاذ حنفي من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذاك يا دكتور نعم أو فضل الحمد لله أنا قلتها لها ساعدتك قبل كده وبقولها لك تاني ربنا يديني رزق ومال والحسنات قد ما بحبك يا الله ربنا ده إيه الجمال ده ربنا أعزك حاجة 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 أنا ليه طلب عن ساعدتك وشؤال اتفضل السؤال أنا كنت تسمعها في التليفزيون إن الدعاء قالوا يعني فيه شيخ كويس محترم يعني ربنا باركله إنك قبل صلاة الفجر تصلي رقعتين وتدعي عايز تدعي لولادك لنفسك دهو 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 تمام فالبقعتين دولار تصلي هاي يعني رقعتين دعاء ولا رقعتين طي ده 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 سؤال وعند أني فعلا الدعاء قبل صلاة السجر بيمصل لله سبحانه وتعالى أجاوب على حضرتك حضرت ربنا بارك في تلك تاني بقى أنا بس تساعدتك أو أعزك تدعي للمستر محمد حنفي وسيادة المستشار أحمد حنفي يا رب يا رب عشان هم مخنييني باشا ربنا إن شاء الله يحفظهم يا رب ويجعلهم إن شاء الله في خير حال ويوسع عليهم ويشرح صدرهم ويرضيهم يا رب ويجعلهم في خير حال ويرفع قدرهم يا رب العالمين زي ما هم أحسنوا إليك يا رب العالمين السؤال بقى حضرتك طبعا الله سبحانه وتعالى ينزل في السلس الأخير من الليل ومعنى نزوله سبحانه وتعالى إنه هو يقرب العباد وينادي عليهم ويطلب منهم إنهم يقتربوا منه سبحانه وتعالى ويقبلوا عليه فيسأل هل من صاحب حاجة فيقضيها له هل من داع فيجيب له الله سبحانه وتعالى ينادي على الناس فالعلماء قالوا يبقى الفترة دي اللي هي السلس الأخير من الليل وقت استجابة الدعوة ليه لأن الله ما كان ينادي على العباد ويطلب منهم أن يفعلوا إلا وهو يجيب لهم لأن هذا وشيمة الكرام فالله سبحانه وتعالى لما ينادي علينا وبعدين وعدوا قال هل من استغفر فأغفروا له هل من داع فاستجيبوا له هل من صاحب حاجة فأقضيها له فهو ربنا اللي طلب مننا كده إنما مسألة الركعتين بقى لعل اللي بيتكلم ده بيقولك إن انت لو عندك حاجة اعمل الكلام ده وده مجرب آه مجرب إن انت تصلي قضاء الحاجة في السلس الأخير من الليل ده مجرب وبتقضى بيه الحاجات آه مجرب وبتقضى بيه الحاجات لأن السلس الأخير من الليل ده وقت الأحبة وقت الله سبحانه وتعالى يعطي فيه عطاء واسعا ويفتح كنوزة فضله ورحمته فلو بتعمل كده آه تعمل كده وده ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك أستاذ سمر من منصورة تتفضل أيوة السلام عليكم عليكم السلام ونحط الله بركاته يا بركاته يا شيخ نعم نعم وفضل الحمد لله أنا حضرتك بكلمك بخصوص جوزي وكده تفضلي تفضلي اسألي يا فأنت حضرتك أنا كنت متجوزة واحد بس هو حالين كان متجوزة قبل منه ثلاث مرات يعني هو حرف عليك ثلاث مرات كان متجوز قبل منه ثلاث مرات وكده وضع الرابعة حالين فأنا مش مركاحة معه كده ما أحملنا على طول عن نتو وبره ولأتك إنه مرات وما بصرفش علي وما بيهتمل شي طيب يبقى حضرتك دلوقتي هو الأربع زوجات معاه ولا لا لا حضرتك هو تفض منهم ما عادوش حالين معي أنا حالين اللي مع حضرتك دلوقتي طيب يبقى أنت حضرتك بتسألي تعملي إيه معاه ولا بتسألي ولا بتطلب مني أن أنا أكلمه لا حضرتك أنت توجهني أعمل إيه لأنه أحملني خالص وما بعض معي وعلى طول بره وما جا كلمه ما بسمع ليش خالص أنا أقول لحضرتك ثلاث حاجات أول حاجة إن الحال ده ما ينفعش إن أنت تفوتي كده لأنه واضح إن زوج حضرتك عنده يعني زوج حضرتك متعود إنه يتزوج وكأن الستات عندهم عنده ليهم كباستي يعني ليهم مساحة ليهم قدر وساعة ما بتنتهي الواحدة خلاص بينتهي منها فإيه اللي حاصل ففي الأحوال اللي زي دي عندما يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق فلابد إن الزوجة تقف معا وقفة حاسمة تقوله تعالى لو سمح أنت حضرتك زوجي والجلسات دي يفضل فيها أن يكون فيها الحكماء بتاع الأسرتين مش الفتوات بتاع الأسرتين لأن المفروض إن احنا نبعث حاجة من من أهلي وحاجة من من أهلي إيه يريد إصلاحه يوفق الله وبينه إيه بقى اللي حاصل نجيب حكماء وقلاء مش نجيب ناس يشعللون الدنيا وإنت لو ما رجعت تشيل بنتنا احنا عنا يعملون نسوي لا 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 عايزين حكماء فأول خطوة نعمل جلسة معا فيها حكماء الأسرتين ونتكلم معا أنت بتعمل كده ليه أنت دلوقتي هتستمر في الحياة الزوجية كده ولا لا أنت اللي بتعمله ده أنت هيضيع بيتك وهايضيع أولادك وإنت لابد أن أنت تلتزم بده ويكون في الناس الموجودين ده شخص بيأستطيع أن يكون التأثير عليه دي حاجة مهمة لازم نعملها فالجلسة دي جلسة مهمة جدا لازم نعملها الأمر الثاني أنا قلت الحاجة كانت أعملي ثلاث حاجات الأمر الثاني لازم تدعيه في كل سجود عشان ربنا سبحانه وتعالى يصل لهم وربنا سبحانه وتعالى معانا في هذه الحياة الزوجية تالت حاجة أنت لازم تغير بلنامج حياتك لازم عندك مصدر تستطيع أن أنت تعتمد عليه في حياتك لأن طول ما أنت حط أن حياتك كلها هو وهو مشغول عنك هتمر حياتك وانت بتكعبلي وبتتعبي وحياتك بتفلت منك وأولادك بيضيعوا منك يبقى الحل وإيه أن أنت تحاولي تكرسي وتثبتي وتؤكدي ذاتك تؤكدي ذاتك يعني إيه تعملي ما به تحافظي على أولادك يبقى الثلاثة أشياء دولة أنت لازم تعمليهم بشكل واضح أنا ما عنديش غضاضة أن أنا أقولي الكلام ده بشكل واضح ليه لأن إحنا عندنا بيوت بتتهدم وناس لأن هما بياخدوش النصيحة الصحيحة في الوقت المناسب ناس بتضيع هما وأولاده فيبقى الحل هو إيه ببساطة خالص لازم تغيري منحك حياتك حتى لو هتحاول لتعملي أي عمل في المنزل ودلوقتي خلاص التجارة أولاين بقت كتيرة يبقى إيه اللي حاصل حتى لو هتعملي عمل في المنزل تجيبي دخل بيه ليكي والأولادك الأمر ده في غاية الأهمية يبقى الثلاث حاجات دولة هو زوجك لو علم أن أنت بتغيري من منحك حياتك وبأسلوب حياتك هيبص ممكن يغير نظرته ليكي جدا جدا يعني هو يحس أن أنت مختلفة يحس أن أنت مش أنت الشخص اللي هو لما يرميه هيفضل وراء ويفضل لا يبقى إحنا نعمل الثلاث إجراءات دولة نعمل الجلسة اللي فيها الحكماء بتاع الأسرتين ندعي له وفي كل سجدة من سجدات الصلاة آخر حاجة نغير برنامج حياتنا ونحاول نجد مصدر من مصادر الرزق لبيتنا مين أستاذ رمضان مين يا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ رمضان إزاك فضلت الشيخ عمر الحمد لله سعيد جدا ما دمت بسمع صوتك بس عشان ما نسمعش صوت بعض مرتين نوطي التلفزيون ونسمع من التلفون لو تكرمت علي ماشي يا ماشي ماشي والله أنا بحبك في الله والله وأنا كمان والله يا حاج رمضان أبناء عزي الحمد سؤال والله اتفض أنا ساعتك متزوج بجالي سبع عشرين سنة ونسبوع كده يعني قلت المدام تكون محرمة علي ده أنا لسه أقولك ده أنت من المخضرمين ما شاء الله ما إحنا عندنا درجة من درجات الأزواج اللي بيعدوا لخمسة عشرين سنة ما بنسميه مخضرمين ده تعمل كده بعد سبع عشرين سنة دي أول مرة تقول لها الكلام ده أول مرة سيادتك بس حصل طلق قبل كده ورجحت دي بقى أول مرة منين بقى شفت بقى نحن نعمل بنحبش نجاوب على على مسألة على الهوى طيب عملت ايه المرة الأولانية كانت عندي مأزون يا حج حج رمضان معلش وقت التلفزيون واسمعني من التلفون بس عشان بس ما يبقاش فيه فاصل بنا طويل فضل يا شيخ وقت التلفزيون معلش وقت التلفزيون فصلته خالص وقتته خالص طيب يا سيدي بقى أسأل حضرتك أنت دلوقت المرة اللي كانت أولانية دي كانت عندي مأزون ها كانت عندي مأزون شارع لا كده يبقى احنا لازم أشوف الأسيمة كان مكتوب فيها ايه طيب كان فيها طلاج يعني وطلاج ما نعارف نوع ما أكيد نحن نروحنا منزوعة عشان نطلق مكتوب فيها كم طلقة لا ايه طلقة واحدة طيب أقول لك حاجة حج رمضان احنا محتاجين نشوف الأمر ده ممكن تبقى تتواصل معي لأننا لازم أشوف ايه المكتوب في الورق في الأسيمة في الأسيمة الجواز انت عارف ايه المكتوب في الأسيمة في الفقر لقبل الأخيرة مكتوب ايه في السبب يعني ولا ايه لا لا الطلقة ايه نوع الطلقة ايه كتب ايه كتب ايه المأزون هي واحدة بس طلقتها شارع طلقت شارعه بعد كده دي رجحتها رجعتها رجعتها عند المأزون برضو عند مأزون برضو يعني هي كان الطلقة ده على الإبراء فرجعت لها بعقد ومهر جدد اه طيب كويس يبقى دي مرة واحدة حصلت كده اه في طلقات تانية ولا هي دي الطلقة الوحيدة اه في طلقات تانية لا هي بدي بس طيب انت بقى قلت لها ايه يا حج رمضان قلت لها تكون محرم علي اليوم الدين بس ايه الكلمة دي نرفزتني في صحرح بس كده ما شاء الله يعني حرام ليوم الدين وبس يا حج رمضان صدر ماما اللي عملته فيك ماما عملته فيك ده يستحق ان انت تتكلم بالطلقة ده طب كان قصدك ايه انت بتقول تحرامي علي اليوم الدين زعالتني والله سيادتك يعني طب كان قصدك ايه يعني كان قصدك كان قصدك بتحرامي علي اليوم الدين يعني ايه تحرم كلامها ولا تحرم يعني تبعد عنك ولا تحرم انت خلاص ذهئتي منها تحرم يعني ايه لا والله سيادتك انا مقدرش حدد الموضوع ده يعني مقدرش حدد يبقى خلاص يبقى انت ما كنتش تنو طلاقها بقى بقى انت مش قدد تحدد يبقى انت ما كنتش قصد الطلاق لا انا عمر ما اقصد الطلاق شئ لكن عمرك ما تقصد الطلاق لكن تقصد إن أنت توجع قلبها وتئذيها وتخليها حسة بعدم الأمان طب إلى الله يا مولانا طب إلى الله يا حق رمضان وما لكش دعب التلاق ده تاني طب إلى الله قول طبتو إلى الله وعزمت على أن لا أعود وعزمت أن لا أعود لمثل هذه المعصية أبدا لمثل هذه المعصية أبدا والله على ما أقوله شهيد والله على ما أقوله شهيد طيب يا سيدي الستيدي بدل أن أنت ما كنتش قاصل باللفز ده إن أنت تطلقها الست دي لسه مراتك وديك تبطي إلى الله وما تعملش تاني وما تجيش الجنب أي لفظ من ألفاز الطلاق تاني يا حج رمضان ماشي؟ إن شاء الله يا شكرا يا سيدة احنا اتكلمنا النهاردة عن التغير التغير ده ممكن يحصل في البيت بس التغير مش نهاية العالم التغير بسنة من سنة الحياة وساعات كتير الناس بتتغير وتبقى دي حاجة زي كده الغيامة اللي بتمر على البيت لكن لما الزوج والزوجة يكونوا منورين وعقلين ونطجين يقتروا يخلوا التغير ده جرز ويخلوها أدان بيقدن عشان نرجع تاني وكأننا اتجوزنا من جديد لما يحصل إن احنا منسيبش شركاء حياتنا لما يتغيروا منسيبهمش ونقولوا هم تغيروا بغير سبب وهم اللي غلطانين لأ نبادر بإن احنا نروح نكلمهم ونفتح حوار معاهم نبادر ونسمعهم لازم نسمعهم نسألهم إذا قالونا إنهم ما تغيروا بسببنا طب والحل يكون إيه وآخر حاجة ببساطة إن احنا نغير من نفسنا وكمان يكون عندنا قابلية إن احنا نعمل حاجات جديدة ونغير برنامج حياتنا لو عملنا كده التغير ده هيروح مش بس هيروح التغير ده كمان ممكن يكون بيحسس الشريك الحياة بإن احنا بنحبه وحريصين عليه ومنسيبهوش في وقت أزمته يا رب اللي همنا الصواب والتوفيق وجعلنا دائماً يا رب حريصين على قلوب أحبابنا ومن نهجرهمش ومن فتهمش تاكلهم الغربة لأن نكون جنبهم ويحسوا بوانسنا ويحسوا بإن احنا نعمة من نعم ربنا لما بنأنسهم ومنخرجهم من غربتهم ونخليهم يتغيروا أيوة يتغيروا بس يتغيروا للأحسن ونعيش نطجين مع بعض ونعيش كمان مقبلين على نعمة ربنا اللي بسطها لنا في بيوتنا يا كريم يا ودود اجعلنا دائماً في نعمة التوافق واملأ بها البيوت يا صاحب الفضل والجود يا كريم يا ودود يا رب العالمين